السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى الله عليه وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد نتمنى أنكم تضغطوا على زر لايك وتبارتاجوا هذا الفيديو وشكرا لكم اليوم نهضر على القرآن القرآن دير بحل المراية كأنك أنت تنظر في الميرات ماذا ترى في الميرات؟ ترى وجهك يعني هذا هو القرآن القرآن فيما مشيت كيف تذكرك؟ مشيت الأصحاب اليسير؟ أراك مذكور مشيت الأصحاب اليمين؟ فأنت مذكور القرآن الذي ذكره بالإسم نتاعه مثلا الأنبياء والرسول ومنهم الأولياء الذكرهم الله في القرآن مثلا سيدتنا مريم سيدنا الخيضر الذي مذكور ولكن لا نذكر بالإسم نتاعه مذكوره بالصفات وكمرأته فرعون أما كيف ذكرنا ربي في القرآن؟ في المستقبل ونحن ليس عندنا إسم في القرآن ولكن ذكرنا بصفاتنا وأفعالنا القرآن هو واحدة التي لا تستطيع تهرب منها فيما مشيت هو قبضك فيما مشيت هو شدك يعني مشيت الأصحاب اليسارك منهم مشيت الأصحاب اليسارك فيما مشيت هو ذاكرك نبدأ بصفاتنا أول حاجة إذا كنت من الكافرين فأنت مذكر في القرآن وإذا كنت من المنافقين فأنت مذكر في القرآن وإذا كنت زاني فأنت مذكر في القرآن وإذا كنت كتعبد الشيطان فأنت مذكر في القرآن وإذا كنت ساحر فأنت مذكر في القرآن وإذا كنت متكبر أنت مذكر في القرآن وإذا كنت تعانيد فأنت مذكر في القرآن وإذا كنت كذاب فأنت مذكر في القرآن وإذا كنت صارق فأنت مذكر في القرآن إذا كنت من كلك التي هي ملأ أزواج وما fungi ومسح ب أن تمثaine الم gelmiş فما لو أنك مذكورed ante القرآن إذا كنت من خسندين MTUMI وإذا كنت من أجل saints فما لو أنكم مذكور في القرآن وإذا كنت لا يصدق أنك مذكور في القرآن أما كنت ت conocer ميزان أنك مذكور في القرآن أما كنت تمثلو وإذا كنت نريت أرض كمذكور في القرآن وإذا كنت لمشاء طويل الدنيا أنك مذكور في القرآن إذا كنت تبغينا المال بالقلب لإنتاعك كثير من الله كتابة كتابة Thiessen إذا كنت تدخل الجهنم كتابة يعنيها في القرآن إذا كنت تمامًا على جنة للغاية ثاب hein إذا كنت تأكل السفن الهتم ا véhicجابيين سمع الصحابYговاء particularly إذا كنت تدخل الجنة ettأم iv إذا كنت صادق كتابة أم ذكر eager إذا كنت تصلي عن النبي أنت مذكر في القرآن إذا كنت من الذاكرين والذاكرات فأنتم مذكرين في القرآن بإذن الله إذا كنت تستغفر بالأسحار فأنت مذكر في القرآن إذا كنت تذكر الله وقف وقعد وجلس ومدود فأنت مذكر في القرآن إذا كنت تصدق فأنت مذكر في القرآن إذا كنت من الصائمين ويجبك السيام وكتصوم فأنت مذكر في القرآن إذا كنت مؤمن صالح فأنت مذكر في القرآن إذا كنت من المتاقين فأنت مذكر في القرآن إذا كنت أستمع في حقك و chưa تريد المشاكين من أي شخصك هنج Micha إذا كنت تريد أن تريد الأخير 제일 مؤمنين وهذن كنت من قلب من PRIX إذا كنت تقوم two فأنت مذكر في القرآن إذا كنت تسبح الله في صبح خطي prodigal�� إذا كنت تصدق وألا تقن相 المال فأنت مذكر في القرآن أو إذا كنت تريد جيد أخير مذكر الله بهذا نجد الدنيا فأنت مذكر في القرآن إذا كنت مؤمن وكتخشى في الصلاة أنتعك خشوع في الصلاة فأنت مذكور في القرآن إذا كنت من الصابرين الذين صبرونا يعني الصبر في أي شيء الصبر على قدر الله هو الصبر في أي شيء فأنت مذكور في القرآن إذا كنت من المتطهرين فأنت مذكور في القرآن إذا كنت من المتوكلين الذين توكلون على الله فأنت مذكور في القرآن إذا كنت من المقصطين فأنت مذكور في القرآن إذا كنت من الشاكرين فأنت مذكور في القرآن بي الصفة التي يحب الله وموجودة في القرآن إن الله يحب المحسنين إن الله يحب التوابين إن الله يحب المتطهرين إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب الصابرين إن الله يحب المقصطين إن الله يحب المتقين إن الله يجزي المتصدقين وسيجزي الله الشاكرين هذا كل شيء نتمنى لكم الخير نتمنى أنكم تكونوا من أصحاب اليمين شكرا لكم ومع السلام